السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في الشك أبدا أن كل عربي شريف بل كل من عنده ولو ظر من عروبة فضلا عن الإسلام بيتمنى أن الأزمة السودانية تنتهي على خير وأن الخسائر اللي بتحصل بسببها دي تتوقف علشان خاطر الشعب السوداني المسكين ده يرجع يعيش في بلده في أمن واستقرار ويمكن علشان كده كتير من الدول العربية واللي على رأسها بالطبع مصر والسعودية والإمارات قدمت مبادرات لعقد اتفاقيات بين طرفي الصراع واللي منها مثلا مفاوضات جده واللي هتكون حلقتنا دي عن أسرار اللحظات الحرجة في هذه المفاوضات لكن فضلا ما ننساش لايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة ياريتي شرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس ويلا نبدأ الحلقة مفيش حد عارف على وجه التحديد تفاصيل المفاوضات اللي بتجرأ في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية من أجل حل الأزمة السودانية أكتر التوقعات تفاؤلا هي الوصول لحلول مؤقتة أو جزئية تتعلق بترك ساحة بسيطة لحماية المدنيين أو ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية أو هدنة مؤقتة وده يعني تهدئة للأمور مش القضاء عليها بصورة نهائية طبعا الكلام ده مش معناه فشل المفاوضات ولا حاجة لأن الأمر مش سهل للدرجة إن شوية اجتماعات ومباحثات لمدة ساعات محدودة ممكن تنهي المشكلة دي من جذورها لأن الأمر متشعب جدا وليه أبعاد مش بسيطة للدرجة اللي تنهي الأزمة بمجرد قاعدة وقومة زي ما بيقولوا وإحنا تعودنا على كده في وسط المشاكل الكتير اللي تعرضت لها الدول العربية أو اللي حصل فيها مشاكل شبهة بكده فالمفاوضات اللي من النوع ده بتاخد سنين وبتوصل لحد انعقادها بصورة شبه دورية لمناقشة ما يستجد من أحداث خلال الأزمات الأمم المتحدة طلعت بيان حوالين مفاوضات جدة والبيان ده ركز على نقاط معينة وقال الأمين العام رحب بتوقيع طرفي الصراع على إعلان للتزام بحماية المدنيين وضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن للأماكن المتضررة من النزاع خاصة في العاصمة الخرطومة البيان قال كمان إن العاملين في الإغاثة شغلين هناك في ظروف صعبة للغاية إنهم بيتمنوا إن الإعلان اللي تم التوقيع عليه في هذا الشأن يضمن توسيع نطاق عمليات الإغاثة بشكل عاجل وآمن للوفاء باحتياجات الملايين من المتضررين في السودان وعلى رأس الإجراءات المطلوبة هو الوقف الفوري لإطلاق النار التقارير الدولية بتقول إن الاشتباكات الحالية قدت لحد الآن لمقتل أكتر من ستمائة شخص وفرار ما يزيد عن مية وخمسين ألف من السودان ونزوح أكتر من سبعمائة ألف شخص داخليا ومن المتوقع إن يبلغ الجوع مستويات غير مسبوقة في البلاد خلال الأشهر المقبلة وده طبعا بحسب الأرقام اللي أعلن عنها مجلس حقوق الإنسان في جينيف أول إمبارح الخميس واللي أصدر قرار إمبارح الجمعة قرر بموجبه توصيع صلاحيات الخبير المعين بشأن السودان من أجل رصد وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات اللي حصلت نتيجة الموضوع ده مش خلال الأسابيع اللي فاتت بس ولكن هتمتد أيضا منذ 25 أكتوبر 2021 القرار ده كمان حصل عليه تصويت في المجلس وحصل على الأغلبية ب18 صوت مقابل 15 دولة رفضت القرار وامتنع عن التصويت 14 دولة تانية ومن الدول اللي صواتت ضد القرار الجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة والسودان والصين أما الدول اللي صواتت لصالح القرار فكانت فرنسا، ألمانيا، المكسيك، أوكرانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية المضحك في بيان المجلس إنه قال كلام بيه فكرنا كده بشعرات نكبة يناير اللي حصلت عندنا ومنها بقى الورد اللي فتح في جنايا المصر اللي طبعا الشعرات دي كانت بتتقال على الشباب اللي شارك في الثورة إياها وأغلبهم ندم بعد ده كله طبعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان قال خلال البيان إن الشعب السوداني أشعل منارة أمل للملايين في جميع أنحاء العالم من خلال الاحتجاجات الشعبية اللي اندلعت عام 2019 وأنهت عقود من الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وأطاحت بدكتاتورية عمر البشير اللي امتدت لفترة طويلة سمعني كمان يا سيدي وقول كمان إيه تاني قول ما هي إشعرات قال لك كمان إن النساء والشباب تصدروا هذه الاحتجاجات مطالبين بالحكم الرشيد وبعقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب يقوم على الديمقراطية والحرية والعدالة ونصيب عادل من التنمية أنا سمعت الكلام ده فين قبل كده طبعا سمعناه كلنا بس كان بصيغة تانية فاكرين يا أخواننا اللي كانوا بيقولوا عيش حرية عدالة اجتماعية الكلام ده بيأكد اللي ذهب إليه الأمين العام للجامعة العربية إن كان فيه نية لعمل أبديت لثورات الخريف العربي وإعادة إنتاج نسخة جديدة منها تبدأ من السودان في 2019 بعد النسخة الأولى منها اللي بدأت في 2011 أو نهاية 2010 وقدت للخراب العربي اللي احنا شايفينه وعايشينه لغاية دلوقتي وعلشان بس ما نبعدش عن موضوعنا الأساسي اللي هو نتائج مفاوضات جدة واللي سبق وقلنا إنها خطوة على طريق طويل وإنه لا ينبغي رفع سقف التوقعات لنتائجها وأسباب كده معروفة وهي أن الوضع ملتبس جدا على الأرض في ظل تمسك كل طرف من طرفي النزاع بموقفه فمثلا الجيش السوداني على سبيل المثال بيراهن على الشرعية وعلى رفض الأطراف الإقليمية والدولية لفكرة إحلال ميليشيات داخل الجيش ومن ناحية تانية تفوقه النوعي والعددي بامتلاكه أسلحة الرضع من قوات جوية ومدفعية بعيدة المدى والمدرعات غير طبعا إن ساحة المواجهة المباشرة فقط هي العاصمة الخرطوم إضافة بقى للغضب الشعبي من ميليشيات الدعم السريع بسبب تكوينها القبلي اللي بيفكر الناس بجرائمها في دارفور وكمان مذبحة فض اعتصام القيادة العامة واتهمها بجرائم سلب ونهب والاستلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم بالقوة أما بقى قوات الدعم السريع فبتستمد قوتها هي كمان من وجود دعم إقليمي ودولي لها عكس طبعا اللي بيحصل مع الجيش السوداني وده بيخلي الموقف الإقليمي منقسم حوالين النزاع ده إضافة طبعا لأمور تانية موجودة في الميدان وهي إن قوات الدعم السريع فيه نقاط تماس مع الجيش فمثلا القوات دي في كل الأحوال تعتبر وحدة منشقة عن الجيش غير طبعا إن قائد قوات الدعم حمدت ده نفسه عضو في المجلس السيادي اللي بيترقصه عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني لذلك فالخبراء السودانيين شايفين إن قوات الدعم على معرفة بنقاط ضعف الجيش السوداني وده مكنتهم من التغلب على التفوق النوعي للجيش السوداني خاصة في سلاح المشاه والتكتكات العسكرية اللي بيستخدموها زي التواجد داخل المناطق السكنية وتركيز المعارك في الخرطوم باعتبارها الأكتر تأثير في حسم المواجهة وإنهاء المعركة سياسيا وعسكريا بأقل الخسائر لهم الحقيقة للأسف الشديد إحنا أخوانا قدام مشكلة كبيرة غير كل المشاكل اللي فاتت وبالفعل قدام مرحلة جديدة من إنتاج الربيع العربي أو الربيع العبري ومن الصعب بالتالي توقع انتهاء الأزمة في وقت قليل أو تحجيم تأثرها على دول الجوار لكن نسأل الله السلامة وأن يهدي الجميع وأن يحفظ السودان وأن يجنبه الفتن وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته